كيف كان شعورك لما انفصت بالمركز الأول في بطولة الحساب الذهني؟ كيف لما انشاركت؟ كان شعوري بالنسبة، كان شعوري باعتزاز وفخر كنت شعور باعتزاز وفخر لحصولي على هذه الدرجة الجميلة طيب كنان، عندما شاركت في المسابقة، كانت أول مرة بالنسبة لك أن تشارك في المسابقة؟ أو قد اشتركت من قبل؟ وتعرف كيف الاختبار؟ أين قصدك المسابقة التي قبت بابطال الأبطال؟ أيها قد شاركت من قبل المسابقة شاركت من قبل المسابقة، وعارف طريقة الاختبارات التي كانت تمر عليك أو المراحل التي تمر عليها؟ هي نفسها في كل مسابقة؟ أو تختلف من المسابقة الثانية؟ هو يختلف مع المستويات، يختلف فذلك المرة الأولى أقال للاختبار، واختبرت على مستوىي، وهذه المرة على مستوى ثاني يعني كل مرة يكون الاختبار بطريقة ثانية أكثر يدرج على حسب المستوى الذي تتقدم فيه، صح؟ أيها، كل ما تقدم بالمستوى كل ما يزيد الصعوبة طيب، يعني كلمني يا كنان أنت الآن كيف تطور نفسك، كيف تذاكر يعني أنا أشوف مثلا، ما عندش فكرة، بس أنا أشوف أن الطلاب كذا أوقات يحركوا يدهم، يستخدموا هل هذه الطريقة الكل يستخدمها، أو كل واحد، أو كل طفل عنده طريقة بالحساب؟ هي هذه الطريقة تعني، يعني أنك أنت ذا الحين لما تفعلي هذه الطريقة تتخيلي المعدد أمامك أيوة فذلك يعني ما تتخيلي، هو تغمض عينك، تبدأي تحسو بي، تبدأي تحركي يديك على حسب المعدد تمام، كنان أنت، يعني من متى بدأت تحس أن أنت شاطر في الحساب؟ يعني هل هذا الشيء كان من زمان وأنت صغير، أو أنت اللي تعلمت؟ أنا من بداية كنت أحب الرياضيات، بس لما دخلت في بي، كنت قبل أحس أن أنا أحس بصعوبة، بس ذا الحين لما دخلت قريب حسيت أن الرياضي تسهل علي يعني أول من زمان، من أول، يعني من صف كم يعني تقريبا، من صف، خلينا نقول كده أول وثاني، ولا من ثالث، وكده لما بدأت، يعني في البداية كنت أحس أنه صعب، صح؟ لما دخلت، لما دخلت، كنت صعب جدا، بس كان سهل يعني كان بالنسبة لك لما بدأت المدرسة، صف الأول، صف الثاني، كنت تشوف الرياضيات أنه حاجة صعبة، زي كل الأولاد، زي كل الطلاب اللي يشوفون أنه الرياضيات صعبة شوية، صح أو لا؟ أي طبيعي أنه يكون صعب وبعدين كذا، وبعدين أنت اللي رقعت تشوف الموضوع السهل لما بدأت تتدرب بموضوع الحساب الذهني لأنه من قبل يعني يكون معنا أستاذ ده وغذى، تدربونا، وفوق هذا لما طلعنا أظن صف خامس، صف خامس، تطورت مع العبقرة الذهنية ترجمة نانسي قنقر